مؤخرا الفيسبوك أقر بأن أكثر من 533 مليون حساب تعرض للاختراق وتسريب معلوماته الشخصية هذه الاختراقات ليست حكر على الفيسبوك فقط بل العديد من المواقع والمنصات التي قد تكون قد تسجلت فيها سابقا وتم تسريب بياناتك منها السؤال الآن هو كيف أعرف هل حسابي ضمن هذه الحسابات التي تم اختراقها وفي حالة كنت ضحية فعلا كيف يمكنني أن أعيد حسابي حاليا أفضل خيار هو البحث عن طريق أداة فيرفوكس مونيتر الخاصة بشركة موزيلا والتي تم تحديدها ببيانات الحسابات المسربة مؤخرا وسأضع لكم رابط هذه الأداة في وصف هذا الفيديو وسأشرح لكم الآن طريقة العمل أولا نقوم بالدخول إلى الرابط بعدها ندخل الإيمائل الذي نريد أن نتأكد من مدى أمانه وعند إدخاله نقوم بالضغط على هذه الأيقونة وهنا لدينا حالتين الحالة الأولى ستظهر لك هذه العبارة ومعناها أن هذا الإيمائل سليم وحساباتك المرتبطة به سليمة أما الحالة الثانية لقدر الله ستظهر لنا عدة مواقع قمت بالتسجيل فيها بهذا الإيمائل وتم اختراق حسابك وتسريب بياناتك عن طريق هذا الموقع وبعض هذه المعلومات التي قد تسرب فمثلا الإسم الكامل الخاص بك البطاقات البنكية المربوطة بالحسابات التي أنشئت بهذا الإيمائل وهنا نتحدث عن الأشخاص الذين يشتغلون بالفيسبوك أدس ويدفعون مقابل الإعلانات فمباشرة عند استعمالك بيانات بطاقتك البنكية في الفيسبوك فستكون عرضة للاستغلال من طرف جهات مجهولة وهناك كذلك من يشتركون بهذه الإيمائلات في محركات البحث كجوجل كروم وغيرها إذن أخي الحل في هذه الحالة لاستعادة حساباتك هو القيام بتغيير الرقم السري الخاص بك كأول خطوة ثم ضبط إعدادات الأمان لهذا الإيمائل وذلك بتفعيل التحقق قبل الدخول بخطوتين عن طريق رقم الهاتف الخاص بك أو كذلك عن طريق التأكد من هل أنت فعلا الشخص الذي يقوم بالدخول لهذا الإيمائل في حالة استعمال جهاز آخر وإن كنتم تريدون أن أشرحك أكثر هذه النقاط الخاصة بأمان الإيمائل وكيف يضبط الإعدادات يمكنكم ترك لي تعاليق في هذا الفيديو وسأقوم بشرح الطريقة إن شاء الله في فيديو قادم إذن إخواني إن أعجبك الفيديو اضغط على الزر إعجاب وشارك الفيديو مع الأصدقاء لتعوم الفائدة وإن كانت هذه أول زيارة لك للقناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول لأنه فعلا هناك فيديوهات حصرية قادمة في هذه الأيام وفقني وإياكم الله